موسيقى مساء الخير إلى العناوين موسيقى خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية موسيقى اللغة العربية ما بين الثبات وقبول التحولات موسيقى الزواجات الخفية بين تجنب عواقب إعلانها ومشكلات الميراث موسيقى موسيقى مستكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار يا هلا أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية شملت تعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيرا للإعلام والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء وتعيين حمود بداح المريخي مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير وصدر أمر ملكي قضى بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة بالإضافة إلى تعيين راكان بن إبراهيم الطوق مساعدا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة ومن بين الأوامر الملكية الصادرة أمر بتعيين عبد الرحمن بن حمد الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة وتعيين إسماعيل بن سعيد الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة معالي الأستاذ سلمان الدوسري ابن الصحافة والإعلام الذي ازدهر قلما وفكرا وعملا في ميادينها تجاربه تشهد ومواقفه الشجاعة يحفظها التاريخ ومروره ما زال وسيظل مضيء الأثر فيا هلا نقدم لكم في هذا التقرير شيئا من بصمات كثيرة سطر سيرته الصحفية بموضوعية وبروز مسيرته الإعلامية بمداد من المهنية تمرس في الميادين حتى أضحى لإسمه صدى وبروحه الوطنية كتب وتحدث مدافعا لأبعد مدى هو وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري والذي صدر اليوم الخامس من مارس لعام 2023 قرارا ملكيا بتعيينه وزيرا ليقود دفة الإعلام السعودي في المرحلة المقبلة درس الدوسري الإدارة والاقتصاد وابتدى حياته المهنية عام 1998 ميلادي مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومراسلا في صحيفة الاقتصادية ثم صحيفة الشرق الأوسط واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس صحيفة الاقتصادية عام 2011 ميلادي ثم صحيفة الشرق الأوسط في عام 2014 كتب العديد من الآراء والتحليلات المهمة محليا ودوليا في عموذه الصحافي تقلد الدوسري أيضا خلال مسيرته رئاسة تحرير مجلتي الرجل والمجلة ومنذ مايو لعام 2021 أصبح عضوا لمجلس تحرير قناتي العربية والحدث وخلال ذات العام منحه الملك سلمان بن عبد العزيز وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية تحديات كثيرة ستواجه الدوسري أثناء تولي حقيبة وزارة الإعلام إلا أن نسجل سيرته الباهر في دهاليز الصحافة جعلت أبناء المهنة والمهتمين بميدان الإعلام متفائلين بمرحلة فريدة تنتظر الإعلام السعودي كل التهنئة لمعالي الأستاذ سلمان الدوسري على هذه الثقة الملكية ولكل الوزراء المعينين نهنئهم بهذه الثقة الملكية وكل الأمان بقيادة مرحلة قادمة في كل المجالات تواصل التميز السعودي الذي نشده اليوم في مجال الإعلام وفي كل المجالات بإذن الله عودة إلى أخبارنا حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية وذلك حسب مؤشر المعرفة العالمي 2022 الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض والذي يأتي تحت شعار نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية تفاصيل أوفة حملتها لكم كاميرا يا هلل التي اصطحبها الزميل سامد دلبحي وكان في أجواء المؤتمر وعد بهذا التقرير بداية بدأ المؤتمر هذا اليوم ويستمر اليوم الغد بإذن الله والبداية لا شك أنها واضح أن هناك تفاعل من جميع المشاركين وحرص على المشاركة والتفاعل سواء من الخبراء والمتخصصين اللي أتهم من خارج المملكة وكذلك الخبراء أيضا من داخل المملكة ونعتبر هذا المؤتمر نافذة تواصل عدلي لتجسيد كل تقنيات التحول الرقمي في سبيل تيسير الوصول للعدالة لا شك أن العدالة لغة عالمية وبالتالي كل ما يتعلق بالعدالة من تقنيات ووسائل وممكنات يحتاج إلى التواصل والحوار مع جميع الجهات المتخصصة وهذا هو الهدف المنشود للمؤتمر العالم كله يشهد تطورات كبيرة على الصعيد العدلي فمنها في التقنيات والمساندات المعززة للعمل القضائي ومن هذا المنطلق ومن هذا المؤتمر نتجمع بين 30 دولة لمناقشة هذه التجارب وتنظمها وزارة العدل تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة الآثار والآراء كمان حول التقنيات العدلية وتوسع العلاقة بين الدول في المجال العدلي نفسه طبعا أهمية الدول وجودها هنا في العدل والقضاء هي تعزيز الشراكة وتبادل الآراء لتحسين الجودة ونسبة التقنيات والتغيرات الرقمية اللي ممكن تصير حول العالم في المنظومة العدلية شكرا للزميل سامي الدلبحي رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام كما حرصت الرئاسة على إتاحة أكثر من 8 ألاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين في أكثر من 10 مجالات تطوعية وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم حقيقة كل التحية والشكر والتقدير لجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في كل عام نجري مقابلة إعلامية فيها قبل دخول شهر رمضان بأسبوع أو بأقل مع مسؤولي الرئاسة للاطلاع على آخر التجارب في كل عام مزيد من الأرقام مزيد من الاستفادة من التجارب السابقة مزيد من التعاون الكبير جدا من أجل تسهيل موسم العمرة في رمضان خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي والمسجد الحرام كل ما يمكن أن يقال في حق جهودهم أظن أنه قاصر لأنهم حقيقة يبذلون أشياء كبيرة جدا وبالمناسبة اللي يطلع في الإعلام من هذه الجهود هو أقل القليل يعني في الكواليس هناك كثير من العمل الكبير على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد التطوعي يبذل من أجل تهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم من باب الحق والعدل والإنصاف يجب أن نقول شكرا لكل منسوبي الرئاسة لكل العاملين فيها ولكل الملتحقين والذين سيلتحقون بهذه الفكرة التطوعية الكبيرة جدا اللي تقدم في هذا العام وفي غيره من السنوات عودة إلى أخبارنا أعلنت جائزة الأميرة سيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 12 مرشحا ما بين جهات وأفراد في الدورة العاشرة من الجائزة لعام 2022 للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن تنضم إلي عبر الهاتف الأميرة أن تنضم إلي عبر الهاتف الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد آل سعود سمو الأميرة مساء الخير نبارك لكم نجاح الجائزة وشكرا لقبولك دعوت البرنامج أهلا شكرا لكم الله بالخير أهلا وسهلا سعيدة في تواجدي معكم طيب فقط للتذكير سمو الأميرة هي رئيسة اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمنا في الجائزة سمو الأميرة عشر سنوات حتى الآن على انطلاق الجائزة هذه الاستمرارية العالية إلى ماذا تعزينها وما تعليقك على وجود واستمرار الجائزة كل هذه السنوات بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء تم إنجازه في العشر سنوات الماضية كان بطبع الله سبحانه وتعالى أولا ثم حرصنا على سير على نهج الأميرة صيحة الإنساني الذي نراه أمام عيننا مع كل خطوة تخطوها نخطوها في نهجها المبارك الذي يسأل تلمس احتياجات المواطن وتلبيةها بقدر ما نستطيع وضعين مصلحة الوطن وطموحاته نصبع عيننا وبإذن الله سنؤدي ما أتمنى به من محام وواجبات بأفضل طورة ممكنة إن شاء الله بإذن الله والذي شفناه كل هذه السنوات حقيقة يبرهن على الكلام اللي قلتيه ويمكن اليوم جزء كبير من سعادتنا أن يصير فيه جائزة مخصصة للعمل الاجتماعي مباشرة اليوم في هذه الدورة ويش أبرز الأعمال الاجتماعية اللي لفتتك سمون أميرة أخي الكريم تعودت الجائزة أن يكون لها جديد في كل عام والمتتبع لمثيرة الجائزة يلاحظ ذلك بوضوح كذلك يدرك أن هناك تنوع في برامجها ومبادراتها وشمولها لكافة مناطق المملكة أما فيما يتعلق بجديد الجائزة للعام القادم بإذن الله فنحن على موعد مع نسخة ثانية من جائزة المواطنة المسؤولة وكذلك نسخة ثانية من ملتقى دراية من حيث الأفكار والمضمون وزيادة عدد الجهات المشاركة بالإضافة للاستمرار في تنفيذ طقية المبادرات والبرامج الأخرى التي لا تقل أهمها جميل يعني بالاستمرار الجائزة بملتقاها بأفرعها يعني تام ويمكن يزيد بإذن الله إن شاء الله عظيم خلال هذه الدورة سمول أميرة مع تصفحك للأعمال الاجتماعية اللي جات وش أبرز عمل اجتماعي شفتي حينما تعمل في المجال الخيري والتطوعي والإنساني اللي هو في مجملة عمل اجتماعيا خدميا فمن الصعوبة أن تختار أيهما أفضل أو أبرد لأن الكل حينما يعمل يكون هدفه وجه الله سبحانه وتعالى بل أحيانا تكون الأعمال الإنسانية الصغيرة لها أثر أكبر في نفسك أو عند المجتمع وبالذات حينما تكون استدامة جميل طيب اللي شاركوا في الجائزة هذا العام وفازوا واللي بيشاركون السنوات القادمة وكل اللي فازوا في النسخ السابقة وش الكلمة أو الرسالة اللي تقولينها اليوم لهم على الهواء والله إن كانت هناك رسالة للفائزين بالجائزة فهي تهنئتهم بإنجازاتهم الإنسانية والوطنية اللي هي محل التقدير ودعواتنا لهم بالتوفيق والسداد أما فيما تعلق بمن يريد المشاركة للعام القادم فهي الدعوة للكل بأن يبادر في خدمة وطنه بقدر ما يستطيع ويبتغي وجه الله وهذا هو الشرف الكبير وحن في الجائزة لو وسيلة للشكر والتقدير ولن نبخل ولن ندخر أي شيء لمن يستحق هذا الإنجاز أو هذا التقدير أو هذا التكريم أو الفو نعم الأميرة صيتة كانت تلقب بأم الجود وكل ما تبذلونه في هذه الجائزة هو دلالة جود وجهد وطني كبير شكرا لكسمو الأميرة الحمد لله شكرا شكرا للأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد آل سعود وإذا كان فيه جزئية لامعة في كل ما قالت وهو جميل فجزئية أنه أحيانا الأعمال الإنسانية الاجتماعية الصغيرة تستطيع أن تترك أثرا كبيرا التحية والتقدير لمنسوبي هذه الجائزة أولا على استمراريتها كل هذه السنوات ثانيا على رعايتها للعمل الاجتماعي وتقديمه ثالثا على خلق الحالة التنافسية الكبيرة في العمل الاجتماعي اليوم للوصول إلى هذه الجائزة بلا شك أن كل هذه المستهدفات لها أثرها الوطني الاجتماعي الإنساني الكبير جدا فلهم كل الشكر والمحبة والتقدير بعد هذا الفاصل ألقاكم حياكم الله مجددا في أهلا اليوم الحديث عن هوية اللغة عن بقاء اللغة عن قبول اللغة للتحولات عن دخول الكلمات المعربة إلى اللغة عن اختلاط اللهجة باللغة ومدى فصاحتها من عدمها هو حديث قديم متجدد لكنه يطل بين حين وآخر مع المراحل التي نعيشها والتغيرات والاحتكاك الدائم بالثقافات والحضارات وباللغات هذه الأطروحة كثير من الأشخاص مهتمين بها من أوائل هؤلاء الأشخاص المهندس نواف البيضاني هو مهتم باللغات ومهتم بالترجمة ومهتم بالأنساب ترجم كثيرا إلى اللغة يتحدث أكثر من أربع لغات تقريبا وأعتقد أن العدد في ازدياد ما شاء الله بالإضافة إلى اهتمامه بمباحث اللغة العربية ويمكن شاهدته في أكثر من حديث في هذا الموضوع اليوم اخترنا مجموعة من المحاور المتعلقة مباشرة باللغة وهويتها سنتحدث فيها معه اسمحوا لي في البداية نرحب به وهو ينضم إلينا من استوديوهاتنا في المنطقة الشرقية مهندس نواف مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة السلام عليكم مساء النور وشكرا لك أستاذ مفرح على هذه الدعوة الكريمة وسعيد جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الجماهيري وفي هذه القناة الجماهيرية وأتمنى أن يكون حضوري خفيفا وأن يكون فيه بعض الفائدة للمتابعين الكرام شكرا لك مهندس لقبولك الدعوة ولهذه الاستهلالية أفتح معك محور اللهجات مباشرة اليوم ما كانت اللهجة مع اللغة؟ هل اللهجات الموجودة اليوم في مختلف المناطق في السعودية وعلى مستوى العالم العربي هي جزء من أساس اللغة وفصاحتها ولا اللهجة هي شيء شاد عن أصل أساس اللغة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهجة حقيقة هي سليلة اللغة وكما لا يخفى على كثير من المتابعين أن العربية التي نسميها العربية الفصحة والعربية الفصحة هي كانت اللهجة السائدة في الحجاز وكانت اللهجة التي تنظر إليها قبائل العرب في عموم جزيرة العرب من جنوبها إلى بلاد الشام والعراق كانت تنظر إلى هذه اللهجة لأنها اللهجة العالية لأنها لهجة أهل الحجاز والحجاز التي فيها الكعبة المشرفة وكانت تعني ما هو أفئدة العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام بالطبع زادت مكانتها وكان العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام وما بعده يتحدثون لهجات كثيرة بل إن مسمى لهجة هو مصطلح نوعا ما حديث فاللهجات كانت تسمى عند العرب لغات والقرآن الكريم نزل بلهجة عامة أهل الحجاز وطعم بلهجات عديدة عربية تصل إلى أربعين لهجة من لهجات العرب ولكن هذا الاختيار القرآني والذي نجده جليم في القراءات القرآنية العشر والمتواترة وكذلك الشاذة كان يمثل طبيعة ذلك العصر اللغوية فهذه اللهجات كانت لهجات محكية ولكن التي اختيرت وأصبحت هي اللغة المعيارية هي اللهجة الحجازية التي نسميها الآن العربية طيب أبا أوقف عند نقطتين ذكرت أبا أوقف عند نقطتين ذكرت أبا أوقف عند نقطتين ذكرت مهندس إذا تسمح لي النقطة الأولى تقول أنه كان في مجموعة لهجات تسمى لغات بمعنى بمعنى أنها مختلفة كليا أو لا يعني هو يجمعها خيط واحد لكننا نسميها ما بين واحدة وواحدة نسميها لغة طبعا التفريق بين اللغة واللاجة أشكالية كبيرة حتى في علم اللسانيات الحديث فما زال يعني إذا تكلمنا عن اللغات في زمن الجاهلية وفي زمن صدر الإسلام فنحن نتكلم عن ما نسميه الآن لهجات فهذه التي تكلمت عنها كانت لهجات وليست لغات مستقلة طيب النقطة الثانية التي أوقف عندها لما قلت أن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز ولكنه طعم بلغات أخرى فصل لنا شوي في النقطة هذه وش المقصد فيها؟ نعم هنا عندما قلت طعم بلغات كنت أقصد لهجات وأيضا كذلك ورد في القرآن كلمات من لغات أخرى غير العربية التي يسميها العلماء المعرب في القرآن الكلمات كثيرة جدا من أبرزها أسماء الأعلام أسماء أنبياء بني إسرائيل يأجوج ومأجوج أسماء بعض الملائكة كميكائيل وجبرائيل أيضا هناك كلمات كالجبت الاستبرق السندس كل هذه الكلمات ليست من لغة العرب وإنما طردت من لغات أخرى وتكلم بها العرب قبيل الإسلام في الجاهلية فأصبحت جزءا من لغاتهم وأصبحت تعتبر جزءا من المعجم العربي أيها هذه جزء من المعجم العربي كيف اليوم الكلمة المعربة هل تأخذ حكم العربية بعد استخدامها في العربية هل تأخذ تماما مثلها مثل العربية الأصلية الفصيحة نعم والدليل على ذلك طبعا هناك ضوابط لهذا التعريب يجب أن يكون التعريب تعريبا صحيحا على نسق كلام العرب وعلى أوزان كلام العرب يجب أن تكون الكلمة قابلة للاشتقاق إذا كانت فعلا يجب أن تكون قابلة على أن تجمع على أوزان الجموع العربية ثم سنعتبرها عربية والدليل على ذلك أن هذه الكلمات المعربة التي وردت في القرآن الكريم تعتبر كلمات فصيحة من اللغة العالية من اللغة العالية وش المقصود باللغة العالية؟ حينما نقول اللغة العالية تعرف أن اللغة لا مستويات في الحديث فلغة الشارع غير لغة المدرسة غير لغة الوزارة مثلا غير اللغة العالمية التي نتحدث بها فاللغة العالية هي أرقى درجات اللغة المتحدثة نعم طيب مهندس اليوم الذي يسمع هذا الحديث عن وجود مثلا مفردات أو مصطلحات من ضمن لغة القرآن ليست عربية في أصلها يطرح سؤال منطقي أنه هل هذا الحديث اليوم في إشكالية مع بعض الآيات القرآنية مثلا إن أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون و بلسان عربي مبين يعني كيف يتم الحديث عن هذه الجزئية؟ طبعا هذا الحديث يعني هو ليس حديث هذا اليوم هو حديث قديم تكلم عنه العلماء يعني منذ بدايات العلوم القرآنية والعلماء انقسموا يعني منذ القدم إلى ثلاثة مدارس في مسألة وقوع المعرب في القرآن فمنهم من نفى وقوع المعرب جملة وتفصيلا كالإمام الشافعي ومنهم من أثبت وجود المعرب في القرآن ومنهم صحابة جلة كابن عباس رضي الله عنه ومنهم من يعني وقف موقفا وسطا فقال أن هذه الكلمات حقيقة هي كلمات مقترضة من لغات أعجمية ولكن العرب تكلموا بها على نسق كلامهم وعلى أوزانه وتكلموا بها قبل الإسلام فأصبحت جزء من لغتهم وأن وجود هذه الكلمات القليلة جدا في القرآن لا ينفع للقرآن عروبته وأضرب لك مثلا يعني واقعيا الآن نجد اللغة السواحلية الشهيرة في القرن الأفريقي معجمها 60% منه عربي لكن لا يمكننا أن نعتبرها لغة عربية كذلك اللغة الفارسية المعاصرة 50% من المعجم الفارسي المعاصر كلمات عربية وبل الشعر الفارسي يكتب على أوزان الشعر العربي ويمتلئ بالكلمات العربية لكنني لا أجرع على أن أصفه بأنه شعر عربي فإذن قرآن عربي لا تنفي وقوع هذا المعرض في القرآن لحظة برجع للنقطة هذه بس معلومة أن الشعر الفارسي يكتب على أوزان الشعر العربي هذه معلومة أكيدة بمعنى أن الشعر الفارسي يأخذ بحور الشعر العربي المعروفة أكيدة جدا بل ليس للفرسي شعر يذكر قبل أن يكون الفتح الإسلام العربي أقدم شعر الفرس رودكي كتب على أوزان الشعر العربي يعني اليوم عندنا قصائد فارسية عفوا إذا تسمح لي عندنا قصائد فارسية على الطويل والوافر والخفيف لهم لم يكتبوا على كل البحور لكن كتبوا على أكثر بحور العرب بل مثلهم الترك كتبوا الشعر التركي المقفى على أوزان العربية وبالطبع هم أبدعوا في إخراج بحور جديدة ليست موجودة عندنا في البحور الخليلية طيب أبعيدك إلى نقطة أخيرة في موضوع المفردات العربية في القرآن المدارس الثلاثة التي ذكرتها التي تناولت تفسير وجود المفردات هذه أنت إلى أي قول تميل بعد بحثك واستقصائك في الموضوع أنا أميل من خلال معرفتي بلغات عديدة أن القرآن وقع فيه المعرب ولكن هذا المعرب لا يعتبر عجمياً فهو عربي لأنه أصبح جزءاً من كلامنا العربي بل خذ مثالاً كلمة شهيرة في العربية اللجام وهي كلمة تريد في الشعر كثيراً والبديل العربي القح لها هو العنان اللجام كلمة فارسية كانت تنطق بالقاف المعقودة لقام ولكن العرب عربوها بالجيم وأصبحت جزءاً من بل اشتقوا منها فعلاً ألجموا يلجموا إرجاماً وهذا يدل على هذه الدربة والمرونة التي في اللغة العربية في استعاب المفردات وتوظيفها بل في اشتقاقها هي في الفارسية ليس لها اشتقاقات لكنها عندما دخلت العربية وعربت أصبحت يعني اشتقة منها فعل وأصبح يعني هناك مفردات عديدة خرجت من هذه المفردات واضح طيب في نقطة أخرى يعني وش أقرب اللغات إلى العربية اللي فيها تداخل مع العربية اليوم وقرب كبير جداً كقرب نسبة هناك لغات ما تزالحية كل اللغات الحبشية التي من أصول الجزيرية كاللغة الأمحرية التي تسمى الأمحرية اللغة الرسمية في الحبشة كاللغة التقرية والتقرينية ولغة الأرقبة في الحبشة ولغة التقرية في إريتريا وكذلك اللغة السريانية في بلاد الشام واللغة العبرية الحديثة في الكيان الصهيوني كل هذه اللغات شقيقة للغة العربية نسبا فهي تقريبا منها في النحو وفي الصرف وكذلك في المستوى الصوتي وش المقصود بالقرب النسبي؟ القرب النسبي لأن علماء لسانيات يصنفون اللغات إلى عوائل فهناك مثلا عائلة اللغات الجزيرية والسامية كما تسمى في الدواء الأكاديمية وهي تشمل اللغة العربية وشقيقاتها المنقرض منها والميت والذي لا يزال حيا كاللغة الأكادية والبابلية والأشورية واللغاريتية والكنعانية والعبرية والسريانية واللغات العربية الجنوبية كالسبائية والمعينية واللغات العربية الجنوبية المعاصرة كالشحرية والمهرية والسقطرية والهبيوتية كل هذه اللغات شقيقة للغة العربية طيب أبعيدك إلى السؤال المقدمة حول اللهجات اليوم اللهجة العربية اليوم مثلا اللهجة اللي نتحدثها في أماكن مختلفة في السعودية شمال وجنوب وشرق وغرب اللهجة اللي يتحدثونها في المغرب في مصر في لبنان في الأردن هذه اللهجات إيش موقف اللغة منها وموقفكم كباحثين ومهتمين الذي يعني أرى أنا كرأي الشخصي أن هذه اللهجات كلها لهجات يعني سليلة اللهجات العربية التي كانت يعني في عهد الفصاحة طبعا اللهجات أحيانا تكون لصيقة بالمكان حركة وتموج القبائل العربية نقلت بعض اللهجات إلى أماكن معينة مثلا نجد اللهجة الليبية لا تزال قريبة من اللهجة الخجازية لأن بادية ليبيا والمغرب والجزائر غالبهم من قبائل سليم وبني هلال نجد هناك لهجات تميم مثلا في العراق نجد لهجات الخولانية مثلا في بلاد الشام في دارية فكانت القبائل العربية التي انتقلت مع الفتوح نقلت بالطبع لهجاتها معها وهناك حيانا ذائقة تتعلق بالمكان فتجد بعض الظواهر اللهجية تنتشر في بلد ما في إقليم ما وأظن السبب أيضا في انتشار بعض الظواهر اللهجية هي مسألة القراءات القراءات العشرية لأن هذه القراءات تمثل الواقع اللهجي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكل قراءة انتشرت في قطر من الأقطار ساهمت في ثبات ظواهر لهجية ما تزال يعني مسموعة حتى يوم الناس هذا هل يعني كلامك مهندس أن اللهجات الموجودة الآن مثلا المصرية والمغربية والشامية وغيرها كانت موجودة من بدايات اللغة؟ الوجود العربي عموما في مصر يعني قديم جدا سابق للإسلام خاصة في شرق نهر النيل الوجود العربي في الشام يعني لا يحتاج إلى إثبات وفي العراق كذلك المناظرة والغساس يعني التاريخ قديم سابق للإسلام فاللهجات كانت موجودة أنذاك لكن تموج القبائل مثلا فجرت كثير من القبائل اليمنية مثلا إلى صعيد مصر ساهم في انتقال كثير من اللهجات العربية الجنوبية إلى هنالك مثلا الطمطمانية التي ما تزال متحدثة في جنوب المملكة في جزان وكذلك في اليمن وهي قلب للتعريف إلى أم والتي وردت في الحديث الصحيحة حينما ورد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفدهم من حمير وسألوه عن الصيام في السفر فقالوا لهم بلهجتهم مراعاة لهم واحتراما لهم ليس من انبر صيام في مسفر أي ليس من البر الصيام في السفر هذه اللاجات نجدها لها انتشار وواقع حتى في الصعيد من ظواهر الطمطمانية في اللاجة المصرية قولهم انبارح بدل البارح في اللاجة المصرية ولكن أحيانا تكون الذائقة المحلية اختيارية فقد تأخذ هذه اللاجة في كلمات معينة وتتركها في بقية الكلمات نعم بشكل أقرب مهندس إذا سمحت لي وصحت طريقة السؤال هل مثلا في العصر الجاهلي والعصور القديمة كان موجود مثلا يعني إذا بناخذ من كل لهجة مثال مش عايز مبدي واش تبغى يعني هذه كانت موجودة بهذه الطريقة كانت موجودة منذ القدم من العصر الجاهلي وما قبله الذي أرى أن اللهجات كانت كلها معربة في العصر الجاهلي وعصر الإسلام لكن هذه الظواهر كالإمالة قلب الألفية الإمالة الكاملة الإمالة الناقصة مثلا الكشكشة والكسكسة كلها موجودة في عهد الجاهلية وفي عهد الإسلام ولكنها يعني في اللغة الفصحة التي أصبحت هي لغة الدوائر الرسمية قلت وأصبحت يعني الهمز أصلا ليس من لهجة الحجازيين ويسمون أحيانا النبر بل يروى عن علي بنبي طالب كرم الله وجهه رضيه عنه أنه قال نحن قوم لا ننبر ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بها من فوق سبع سماوات لما نبرت لأن الحجازيين كانوا يقولون ذيب وبير بدل ذئب وبئر وراس بدل رأس وكان الهمز هو اللهجة السايدة في نجد لكن حينما نزل القرآن أصبحت يعني هذه اللهجة التي فيها النبر هي اللغة التي تعدي عن اللغة الفصيحة وأصبح لها شيوع كبير وهي المعتمدة في القراءة التي يعني لدينا نعم معليش مهندس أنت تقول في حديثك قبل شوي أن هذه اللهجات التي أنا ذكرت أمثلة منها باللهجة المصرية والسعودية واللبنانية أنها كانت موجودة لكن معربة وش القصد بأنها كانت موجودة لكن معربة؟ نقصد يعني الآن تعرف أن اللهجاتنا العربية في معجمها يعني على مستوى الكلمات هي فصيحة في غالبها الأعم تتجاوز الفصائحة ربما 95% في اللهجات بل الدخل فيها قليل جدا فكل كلمة تسمعها من عامي أو من رجل قروي أو رجل في الفادية الآن فهي فصيحة في الغالب ما لم يثبت خلاف ذلك لكن هذه اللهجات الآن المعاصرة فقدت الإعراب فنحن لا ننصب ولا نجر ولا نرفع لاحظة إذا سمحت لي مهندس اللهجات كانت معربة إذا سمحت لي هذا كلام مثير ومهم الآن الكلام الذي يقال هو كلام فصيح ما لم يثبت عكسه حتى باللهجات المحلية الدارجة هذا ما تقوله؟ نعم 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 بل أن من الأمور الطريفة أننا مثلا حينما ندرس المعلقات بعض الكلمات تصنف على أنها من غريب اللغة ولكن أبي وجدي يعرفونها دون أن يرجع إلى المعجم لأنه يستخدمها في حياته اليومية صحيح أنها أصبحت كلمات كثيرة حقيقة لا يحضرين الآن شيء معين لكن كل الكلمات مثلا متعلقة بأوصاف الإبل بأوصاف الخيل هذه تجدها أصلا حتى في الشعر الشعبي النبطي خاصة ما قبل سنة 1350 هجري الشعر النبطي يعني ينافس الشعر الجاهلي في البلاغة أو في الصور اللهم إن الشعر الجاهلي أعلى منه لأنه شعر معرب وهذا الشعر فقد الإعراب أما على مستوى المفردة فهي فصيحة جدا طيب اليوم لما نعرض مسلسل تاريخي مثلا أي قناة تسوي مسلسل تاريخي الزير سالم وغيرها من المسلسلات اللي جاء لما المسلسلات هذه يتم الحديث فيها على طريقة اللغة الفصحة هذا يعني أنه ماهو صحيح تماما وأنه ماهي كانت هي اللغة المستخدمة بهذه الطريقة قديما لا 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 أنا لا أقصد هذا الذي أنا أراه أن من يزعم العرب في هذه الجاهلية كانوا لا يتكلمون بالرفع والنصب والجر هذا غير صحيح والدليل على ذلك أن كل هذه الأشعار التي نوكلت نوكلت معربة ولو لم تكن معربة الشاعري أعلم أنها لو لم تكن معربة لكسر الوزن لأن هذه الغاءة الإعراب في الشعر الجاهلي يكسر الأبيات من يفهم في الوزن الشعري يدرك ذلك الأمر الآخر مثلا أن الحديث النبوي الذي روي الحديث كان مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل الشارع في ذلك الزمان الذي يفهمه الإمام مالك رحمه الله وهو من كتابه الموطة من أقدم الكتب كتبه وسماه الموطة لأنه ذلله ويسره ليفهمه كل أحد فلم يكتبه بلغة عالية ومن يكره الموطة الآن نحن ننظر إلى لغة الموطة على أنها لغة عالية جدا بالنسبة للغتنا العرب كانت تعرب في كلامها في كلامها العام المتداول العادي كانت تعرب كانوا يتحدثون المرفوع المرفوع والمنصوب والمجرور المجرور بالضبط وهذا قديم جدا بل كان هناك من أنكر الإعراب وقال أن هذا من صنع النحويين ولكن سبحان الله حينما اكتشف المستشرقون في العراق الرقم الطينية في العراق واكتشفوا اللغة الأكدية وهي شقيقة اللغة العربية ودونت قبل أكثر من أربعة ألاف سنة اكتشفوا أن الأكدية أصلا معربة كالعربية تماما نصب وجر ورفع ولكنها التنوين فيها بالميم وليس بالنون فيقوله مثلا جل لكم الله كمثال كلمة كلب في الأكدية كلب تصبح كلبا وكلبا تصبح كلبا وكلبا تصبح كلبا بالميم بدل النون هذه في الأكدية هذه اللغة دونت الأكدية نعم الأكدية لغة منقرضة لم يعد هناك من يتكلمها منذ أكثر من 2000 سنة وإيه كانت الأقاليم التي تتكلمها؟ هذا قديم في العراق كانت تتكلم في العراق ونشأت عنها لهجتين لها اللهجة الشمالية سموها لاحقا اللغة الأشورية واللهجة الجنوبية والسمية اللهجة اللغة البابلية والله الحديث معك يا مهندس لا يمل إذا تسمح لي بس أخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد إذنك فاصل وكملي حياكم الله مجددا في أهل الحديث ما زال مستمرا مع المهتم باللغات والترجمة والأنساب المهندس نواف البيضاني المهندس رحب فيك مجددا وشكرا لأنك متحملنا كل هالوقت يعني لا بدا بالعكس أنا سعيد جدا بوجودي معكم لما نقول مهندس هالوقت يعني تعد فصيحة ولا لا إذا قرنناها بهذا الوقت نعم هي هالوقت هي اختصار هذا الوقت فاللغة دائما العامية تميلي للتيسير والتسهيل والاختصار أيوة لكن لما نقول هالوقت وهذا الوقت هل تعبير هالوقت يخرجها من الفصاحة ولا لا؟ لا لا نعم يخرجها من الفصاحة فيتصبح يعني من العامية ومن المولد آها طيب اشرح لنا الفرق بين العامية والفصيحة اليوم وهل كل كلمة عامية هي تعتبر خارج اللغة ولا لا؟ لا أبد أن الأغلب العام في كلماتنا العامية أنها فصيحة معنا ولفظا غالبا لكن أحيانا الذي يفرق في الفصاحة والعمية هو مسألة الإعراب وأحيانا مسألة استخدام بعض المفردات يعني تجدها في الفصحة لها استخدام معين وفي العامية يعني قد يكون هذا استخدام متطور وجديد نوعا ما يعني مثلا سيارة في الفصحة كانت تعني القافلة الآن أصبحت يعني في الفصحة المعاصرة تدل على هذه المركبة المتحركة لكن لما أقول وهذا يسمونها التطور الدلالي لما أقول مهندس هالوقت وهذا الوقت هنا الفرق ليس في الإعراب والنحو هنا الفرق في بنية الكلمة نفسها يعني احنا عندنا حرف إشارة هل من ضمن تركيبات حرف الإشارة اختصاره إلى الها أو لا هنا الفرق هنا كيف تعامل تعامل على أن هالوقت هي من اللغة لكنها عامية وليست فصحة على الإطلاق ولا تعامل فصحة لكن هناك ما هو أفصح منها وهو هذا نعم ربما يعني تجوز أن نقول أنها يعني جزء من اللغة الفصحة لكنها ليست مما تحدث بالعرب في زمن يعني الاحتجاج اللغوي لن تجد لا أترى مثلا كلمة إيش التي نتكلم عنها هي أي شيء وهي مستخدمة يعني تجدها حتى عند كبار العلماء مستخدمة ولكن كان بعضهم يعني يرى أنها يعني من المولد وليست مما يعني جرى على السنة العرب في زمن الفصحة الأولى والاحتجاج نعم طيب مهندس أنت لما تقول أنه مثلا لم يتكلم بها هي عربية وكذا لكنه لم يتكلم بها الأوائل هذا يحيننا إلى سؤال وش هو معيار الفصحة؟ طبعا المعيار الذي يعني وضعه علماء اللغة حينما يعني بدأ اللحن يفشو في العرب بسبب يعني دخول العجم في الإسلام أفواجا وتأثرت لغة العرب يعني لا تخفى على المشاهد الكريم القصة الشهيرة التي تروعنا بالأسود الدولي حينما أتته ابنته وقالت له أبي ما أجمل السماء قالتها بضم اللام فقال لها النجوم قالت إنما كنت متعجبة لم أكن مستفهمة وكان الصواب أن تقول ما أجمل السماء بنصب أجملة لتكون يعني سلوب تعجب ثم هرع إلى علي بن بي طالب كرم الله وجه وقال آبا تراب أدرك لغة العرب فقال له في القصة التي تروى أكتب كلام العربي اسم وفعل وحرف وانحو هذا النحو ومن هنا شتق اسم علم النحو والذي صنعه العلماء اللغة أنهم وضعوا زمنا للاحتجاج وأن يكون المتحدث عربيا قحا من قبائل العرب القديمة لم يكن يعني يأخذوا من أهل المدن لأن لغتهم اختلطت بمخالطتهم للعجم وحتى أنهم يعني يحددون حتى آخر شاعر يعني يحتج بشعره إبراهيم بن هرمة الذي توفي سنة تقريبا 157 وهو من مخضرمية الدولة الأموية والعباسية فهم يعني حصروا الفصاحة في هذه الزمن يعني بعضهم يجعلوا حتى إلى القرن الثالث الهجري ويعني جعلوا كل ما لم يدوم في ذلك الوقت ولم يسمع جعلوه من المولد آه إنه كل ما ذكر إلى القرن الثالث الهجري وما قبله من المراجع والمصادر واللغات هذا يعتبر فصيح وكل ما ذكر بعده ولم يرد فيه من المولد نعم طبعا مع استثنات لأنهم يعني تجدهم أحيانا ينتقدون بعض اللهجات العربية يعني يقولون أن الفصاحة مثلا ليس فيها فحفحة هذيل وليس فيها كشكشة تميم وليس فيها وهي اختيارات يعني آراء لغوية معتبرة لكنها لا تنفي حقيقة الفصاحة عن تلك القبائل فقد يعني روي أن بيت شعري لشعر تميمي كان ينطق القاف كما ننطقه الآن في العمية القاف المعقودة والبيت يقول ولا أقول لقدر الضيف قد نضجت نطقها هكذا قاب هدل القاف العربية الفصيحة شوف يا مهندس شوف تأثرك باللغة يطلع على لسانك حتى وانت تحاول تقول القاف معقودة في البيت كله لكنك نطقتها قد نضجت صحيح 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 لا شك يعني الإنسان ابن لهجته وأنا يعني أشجع الناس اللي لا يخجلوا من لهجاتهم جميل طيب لأن هذه التعصب للهجة تعصب جميل وليس مذموم آه ما عليش نعيد الجملة التعصب للهجة تعصب جميل وليس مذموم هذه العبارة ولا لا صحيح صحيح كلها كلها دون استثناء ولا صحة لمن ينسب مثلا اللهجة المصرية إلى اللغة الكبطية واللهجة اللبنانية إلى الفينيقية الكنعانية كل هذه يعني مجرد موجات شعوبية متعصبة معاصرة جدا جميل أنا أعتقد أنه في آراء تختلف مع هذا الرأي ولكن احنا نحترمه جدا ونقدره من مهتم وباحث في اللغة بمهندس وأظنك يعني واجهت كثير من الحوارات في هذا الشأن لا شك إذا تسمح لي ودنا ناخذ نماذج على مفردات ليست من العربية بل هي دخيلة عليها ولكنها تستخدم اليوم كعربية وناخذ العكس بس خلن نبدأ بالدخيل طيب جميل الدخيل أو ما أحيانا ما يسمى المعرب طبعا المصطلح المعرب والدخيل لا زال فيه إشكالية حقيقة في تحرير حتى بين المتخصصين لكن يكفي أن تعلم أن الشعر الجاهلي أن هناك دراسة جميلة جدا لا يحضر أن يسمى من قام بها يعني حصل الكلمات الدخيلة في أظن 17 شعرا جاهليا أكثر من 250 كلمة دخيلة أضرب لك مثلا من يعني عشعر الشعراء الملك ببليل أمرو القيس في معلقته ذكرت ذكر كلمة فلفل وهذه الكلمة فلفل ليست عربية هي دخيلة من اللغة السنسكريتية الهندية عن طريق اللغة الفارسية البهلوية فهي في السنسكريتية ثم لما دخلت الفارسية أصبحت بالبال مهموسة ثم لما دخلت العربية أصبحت فلفل وجرت يعني على لسنة العرب من ذلك كلمة لجامة التي ذكرتها آنفا فهي في الفارسية لقام إذن إذا تسمح لي قبل ما نروح للجام الفلفل استخدام الفلفل هي أصل الكلمة ليس عربي أبدا بل يعني الفلفل ليس مما ينبت في أرض العرب الكلمة الثانية كان يأتي من بلاد الهند الكلمة الثانية لجام بل يعني حتى الخمرة التي كانت يعني مع شوكة العرب في الجاهلية وتغنوا بها كثيرا من أسمائها الشعير الخندريس وهذه الخندريس كلمة يونانية بحتة من الكلمات التي دخيلها مثلا كلمة الصراط بمعنى الطريق المستقيم وهي لاتينية ستراتا باللاتينية كلمة الدينار العملة التي استخدمها العرب هي يونانية ديناريوس الدرهم يونانية هي دراخمة ولا تزال العملة في اليونان الآن هي الدراخمة قبل أن يعني ينضموا إلى الاتحاد الأوروبي ويصبح يعني العملة المتداولة عندهم هي اليورو الآن الدينار فهذه الكلمات التي هي قلت الدينار ولا الدرهم مهندس الدينار والدرهم كلاهما دخيل الدينار من اللاتينية ديناريوس والدرهم من اليونانية دراخمة بصراحة يعني أنا أنا في عندي ثلاث أربع كلمات مفاجئة يعني كلمة الصراط والدينار والدرهم مفاجئة لأنه إحنا من أزمنة بعيدة جدا يعني مستخدمة بل إنه حتى اليوم في الأشياء الوثائقية والتاريخية التي تعرض تستخدم دائما عملة الدرهم والدينار بهذا المسمى على إنها اسم عربي صحيح بل لا يعني أعطيك مثالا أن الريال ليس عربي الريال أطلتنا المعاصرة هي كلمة كلمة اسبانية ريال تعني الملكي وهي عملة يعني استخدمت في دول كثيرة يستخدمون الريال حتى يوم الناس هذا فهذا أمر يعني لا يستغرب لأن الأمم يعني تقترض من بعضها البعض الحضارات يعني تشارك بعض البعض هذه المنتجات وهذه التسميات كلمة الصراط مهندس حتى مع استخدامها في القرآن إهدنا الصراط المستقيم نعم يعني حتى مع استخدامها بالمعنى هي معناها واحد حتى مع استخدامها هي كلمة في أصلها ليست عربية نعم في أصلها ليست عربية هي يونانية ويعني بل ورد في الآثار يعني في التابعين وبهذا الصحابة من ذكر يعني أنها ليست عربية يعني أحيانا أن يكون هناك لبس لديهم في تسميات اللغات قد يسمون السريانية النبطية قد يسمون اليونانية الرومية أين ورد يا مهندس إنها غير عربية وين ورد؟ عند من من التابعين والصحابة؟ أظن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يتكلم عن كلمة الصراط أو مجاهد لا يحظرني الآن حقيقة لكن أحدهما طبعا من أراد أن يستزيد حول هذا الموضوع أن يقرأ في كتب المعرب التي تناولت المعرب في القرآن سواء عند الصيوطي المهذب فيما جاء في القرآن من المعرب وهذه الكتب يعني مليئة بالأثار التي تروا عن ابن عباس عن مجاهد وعن غيرهم نحن هنا نتكلم عن رأي مختلفة أو عن معلومة أكيدة؟ من ناحية علم اللغة التأثيلي علم التأثيل الذي يسمى بالإنجليزية فصحيح أن الصراط اللاتينية ليس هناك خلاف عند المهتمين بهذا العلم فيها بعض الكلمات التي وردت في القرآن وورد أنها معربة أو دخيلة الحقيقة أنها عربية في أصلها خاصة إذا قيل لك أن هذه من السريانية أو من الحبشية لأن هذه اللغات أصلاً لغات شقيقة للغة العربية فالأغلب أنها عند البحث اللغوي نجد أنها من المشترك الجزيري أي من المعجم المشترك بين هذه اللغات الشقيقة فهي عربية قديمة ولكن التبس عليهم أنها موجودة في الحبشية أو في السريانية وظنوا أنها مقترضة من هذه اللغة أما إذا كانت الكلمة حقيقة يصعب أن نجد لها اشتقاقاً عربياً واضحاً ونعلم أنها مثلاً في اليونانية لها اشتقاق أو في الفارسية فالأصل أنها كلمة دخيلة عربت نعم يظل مبحث مهم وقابل حقيقة للبحث أكثر والتأكد والتثبت منه أخيراً قبل أن نختم مهندس نحن جبنا مجموعة من المصطلحات الدخيلة يعني اللي تستخدم على أنها عربية العكس بسرعة يعني فيما تبقى لي من وقت اللي هي مفردات عربية في أصلها ولكن يظن في استخدامها أنها غير عربية مثل إيش؟ كثيرة جداً يعني مثلاً يعكخ التي نستخدمها مع الأطفال هذه فصيحة ومعجمية موجودة في المعاجم مثلاً نحن نسمي التمر الذي يقدم للضيف قبل القاهوة نسميه قدوع أو بالفصيحة قدوع وهو عربي فصيح لأن القدع هو أكل التمر حبة حبة مثلاً قولنا إنقز أو إنقز بالفصيحة هو فعل عربي فصيح جداً أنا يعني أكاد أقولك أن أكثر من 95% من الكلمات التي نستخدمها في حالة النومية استخدمها والدي ووالدك العامة هي كلمات فصيحة حينما ترجع إلى لسان العرب أو إلى القاموس أو إلى الصحاح تجد أن هذه الكلمات أصلاً كانت مستخدمة وإن كانت قلت في اللغة الفصيحة المعاصرة اللغة مثلاً الأكاديمية أو الإعلامية فنظن جهلاً مننا أنها ليست فصيحة لأنها لم تعد دارجة في الاستخدام الرسمي أو الإعلامي نعم مهندس نواف البيضاني شكراً جزيلاً لك وأعتقد أن الحديث يستحق أنه يمد ويطول أكثر حقيقة مجموعة من الآراء ومجموعة من التعليقات مجموعة من الإضاحات فيما يخص اللغة بلا شك أن هناك من يتفق وهناك من يختلف ومساحة الاتفاق والاختلاف مفتوحة ومتاحة للجميع والتوضيح وكل من يستمع إلى هذه الحلقة وإلى الآراء المطروحة فيها في خصوص فصاحة المفردات من عدمها عربية من عدمها له حق أن يشارك وأن يوضح وأن يعلق وأن يبين هذا فاصل ثالث في حلقتنا وبعد ألقاكم هياكم الله مجددا في أهل من الموضوعات التي ظهرت على المشهد مؤخرا وبالذات في مواقع التواصل الاجتماعي حكاية الميراث وتوزيع الميراث وخاصة إذا كان لدى المتوفى رحمه الله زوجة أخرى غير معلنة أو غير معروفة دخول الزواجات الغير معلنة إجمالا في قضية الميراث وفي طريقتها وفي توزيع التركة من الأشياء التي يعني يكثر حولها الحديث بين وقت وآخر وغير أن يكثر الحديث تكثر الإشكالات والتقاضي فيما يخصها وإثبات الزواج من عدم إثباته أردنا في هذه المساحة القادمة أو نريد في هذه المساحة القادمة أن نأخذ الرأي القانوني الواضح في هذا الموضوع ولذلك يسعدني أن ينضم إلي من استيديوهاتنا في جدة الدكتور يوسف الغامدي وهو أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساك الله بالخير أهلا بأخي الأستاذ مفرح الله يبارك فيك سعيد بالتواجد معكم حياك الله أهلا وسائل دكتور بدءا كيف تعالج مثل هذه الأمور هل كون الزواج معلن أو غير معلن له أي تأثيرات قانونية في موضوع الورث ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشكر الله أولا سبحانه وتعالى ثم الشكر موصول إلى سيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة أدام الله عزها وإليك أستاذ مفرح خاصة وإلى الإخوة جميعا في هذه القناة المباركة وبالنسبة لموضوع النكاح النكاح هو عقد ميثاق غليظ يعود كأي عقد موجود واتفاق ولذلك هو يسمى في الإسلام الميثاق الغليظ وهو عقد كما أجمع عليها أهل العلم وفقهاء الإسلام وأهل القانون وفي الدول الأخرى يسمى اتفاق الزواج أو ميثاق الزواج ولكن هو يعود إلى عقد النكاح الشرعي الإسلامي المعروف بأركانه وبشروطه والتي من ضمنها إعلان الزواج أن يكون هذا الزواج معلن الزواج السري لا يجوز قانونا ولا شريعة ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه الزواج السري الزواج لا يكون إلا على شهود وولي وإعلان وإيجاب وقبول ومهر هذا هو الزواج المعتبر قانونا وشرحا نعم لكن لكن دكتور يعني الزواج غير المعلن أقصد بصفة عامة لأقارب المتوفى أو الناس اللي حولي يعني هو زواج تم بشهود وبكل أركان الزواج لكنه غير معلن أقصد يعني غير معروف بشكل عام أنه له زوجة الورث هنا هل فيه إشكالية في هذا الموضوع ولا لا طبعا المشرع والمنظم السعودي الحمد لله رب العالمين مع هذه الرؤية المباركة رؤية سمو سيدي ولي العهد عشرين ثلاثين بتوجيه وإشراق مباشر من سيدي خادم الحرمين الشريفين في شقها القانوني كان لها ثمار عظيمة جدا ومن أعظم ثمار هذه الرؤية المباركة هو نظام الأحوال الشخصية ويسمى أيضا قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية ونظام الأحوال الشخصية هو نظام عظيم جدا أنا أسميه فخر أنظمة العرب والمسلمين في هذا الزمان وهذا القانون يعنى بجميع أحوال الأسرة المسلمة منذ أن يبدأ العقد بالخطبة وأحكامها إلى أن ينتهي بأحكام التخارج من التركة وهذا القانون وهذا النظام ولله الحمد والمنة الآن متوفر وموجود على المواقع الإلكترونية وهو المعمول به في المحاكم الشرعية ولله الحمد وقد أدى نتيجة فاعلة ونتيجة كبيرة جدا لها ثمار عظيمة أصلح الله بها كثير من الأحوال والإشكالات التي من أبرزها الزواج غير المعلن طيب وش يقول القانون في موضوع الزواج غير المعلن يعني من حيث الميراث طبعا الزواج غير المعلن هو عندنا الآن الصور الموجودة نستطيع أن نقسمها يا أستاذ مفرح إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الزواج النظامي القانوني الشرعي المعلن المعروف الصريح الذي هو يؤدي إلى المقاصد التي جعلها الله سبحانه وتعالى من مقاصد هذا النكاح وأبرز ما يتعلق في هذه النقطة مع الأقسام الأخرى هي الشهود فقد ذكر بعض أهل العلم أن الهدف من الشهود هو الإعلان ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن إعلان النكاح هو شهود وزيادة وكان وجود شاهدين هي أقل المعتبر في هذا ولكن هناك نقطة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها وأن نغفل عنها وهي التصريح خاصة في موضوع التصريح وهو الزواج من غير السعودية الزواج من غير السعودية هناك شرط لقبوله نظاما وعدم الإثم شريعة وهو وجود الإذن الصريح يحتاج إلى عقد نكاح قانوني منظم تترتب عليه آثارها القانونية التي تدفع المفاسد وتجلب المصالح هذا بالنسبة للقسم الأول بس إذا تسمح لي دكتور إذا تسمح لي أوقف شوي عند القسم الأول قبل أن نروح للقسم الثاني الزواج من غير تصريح حتى وإن اكتملت فيه بعض الأركان أو اكتملت أركان الزواج يعد شرعا مخالف لا شك في ذلك آثم من يتزوج من غير تصريح أشكرك على هذا الوضوح ونروح للقسم الثاني نعم لا يجوز هذا تماما ولا يقول أحد بغير هذا نعم طيب القسم الثاني دكتور القسم الثاني نعم القسم الثاني هو الزواج من غير تصريح ويكون مكتمل الأركان الشرعية فهذا الذي أذهب إليه من خلال البحث والله أعلم أنه آثم من يقوم به ومن يفعله لأنه مخالف للنظام ومخالف للقانون ويستحق التعزير يستحق التعزير وأمره إلى القاضي وإلى وليه الأمر ينظر في شأنه وأما القسم الثالث فهو الذي أجمعت أمة الإسلام والقوانين أنه لا يجوز وهو الذي يفتقد أصلا إلى ركن الشاهدين أو ركن الولي أو نحو بقيته أو الإجاب والقبول كأن يكون في إكراه نحو من ذلك نعم طيب هنا الميراث يقسم حسب ما أفهم من طرحك في النوع الأول أو في القسم الأول نعم لا شك في ذلك القسم الأول هو الذي تترتب عليه الآثار النظامية والقانونية والمشكلة هذه أستاذ مفرح هي تعود إلى إشكالية موجودة في العقود في العقود سواء عقود الأنكحة أو العقود الأخرى التجارية الإشكالية هي في أصل العقود العقود يوجد طبيعة مع تطور الأمم والمجتمعات زيادة تعثر مدروسة ومرصودة فينبغي التعامل مع أي شؤون تمس العامة أن يكون هناك رصد دقيق وأن يكون هناك بحث عميق وأن يكون هناك نتائج وابتكار تؤدي إلى حلول نافعة وناجحة تجعل هذه العقود لا تتعثر ولا تنقلب مصلحتها إلى مفسدة مثل ما سمعنا في الفترة الماضية من كثير من العقود سواء عقود الأنكحة وارتفاع نسبة تعثرها أو حتى العقود المالية كعقود المقاولات مثلا وعقود التوريد وعقود الاستصناع خاصة أن بلادنا حفظها الله ودام الله عزها تقبل على مرحلها ونهضة كبيرة جدا يقودها سمو سيدي ولي العهد بإشراف مباشر من سيدي خالد محرمي الشريفين وحكومتنا الرشيدة تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة والتنمية الشاملة والمستدامة تحتاج إلى أرضيات صلبة خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام وأنا لبحث أجريته في هذا الموضوع وهو موضوع العقود وتعثر العقود واستياء البعض من النتائج الطبيعية لتعثر العقود مع التطور الهائل والكبير الذي تعيشه بلادنا والله الحمد في مجال الأنظمة والقوانين مما يستدعي أهل العلم والبحث أن يبحثوا أكثر في موضوع تنمية وتحصين ودراسة العقود في جميع أشكالها سواء العقود الأنكحة أو العقود المالية التجارية والحمد لله رب العالمين وفقني الله سبحانه وتعالى بعد أن وجدت هذه الإحصائية وجدت أن تقريبا حول الخمسين في المئة على اختلاف أهل العلم في ذلك يعني على الرصد لكن ما وجدت أحد بعد الرصد قال أن هناك نسبة أقل من خمسين في المئة في العقود سواء أنكحة أو مالية تعثر والتعثر هذا شأن طبيعي بعد البحث والدراسة أنا بحثت هذه الظاهرة بالمنهج الوصفي وتوصلت وفقني الله سبحانه وتعالى توصلت إلى حل يخفض نسبة تعثرات العقود من هذه النسبة إلى أقل من واحد في المئة ولله الحمد وقمت بتسجيل هذه النتيجة المبتكرة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولله الحمد قبل أربعة أيام وهي بإذن الله ستكون نافعة إن شاء الله ونحن بصدد ترتيب هذه الأمور وأسأل الله أن ينفع بها هي والابتكارات القانونية الأخرى القادمة بحول قوته لمعالجة كثير من الأمور التي تتعلق بالجوانب التشريعية والنظامية والقانونية التي ستقوم عليها هذه الرؤية المباركة إن شاء الله نعم دكتور إذا تسمح لي أخذ فاصل وبعد الفاصل أكمل حوار منك حياكم الله مجدداً في أهل ضيف الدكتور يوسف الغامد يستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز أرحب فيك مجدداً دكتور دكتور يعني جزء مهم من فكرة الميراث فكرة الوصية اليوم الوصية في الميراث متى لا يؤخذ بها يعني ما هي المشرعات القانونية التي لا يمكن الأخذ بالوصية بخصوصها في الميراث أهلا بك أستاذ مفرح الله يبارك فيك طبعاً الوصية دائماً الحكم على الشيء فرعاً تصوره هناك منهج خاطئ يعمل به البعض وهو أنه يأخذ الأمور على عواهنها فالأمور التي تترتب عليها تقوم على عدد من الإشكالات يعالجها بعلاج واحد وهذا خطأ كبير كذلك أخذ المفاهيم العامة والإجمالية خاصة في باب الأنظمة والتشريعات والقوانين هذا خطأ كبير وخطأ فادح فالوصية أكثر الناس يعني أو بعض الناس لا يفرق ولا يفهم ما هو معنى الوصية الوصية عرفها المنظم السعودي في قانون الأحوال الشخصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع بعد الموت فالوصية هي تتعلق بالتبرع بجزء لا يزيد عن الثلث من مال الميت يجعله فيما شاء من وجوه البر والتقوى ويجعله لا يزيد عن الثلث شرطه أن لا يزيد عن الثلث وإن زاد عن الثلث فإنه يكون بإذن الورثة فالورثة لهم حق في هذا المال في مال مورثهم والوصية هي تتعلق بالتركة بعد موت الموصي في قدر الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لكن أفهم من كلامك دكتور اليوم أنه لو موصي معين انتقل إلى رحمة الله وكان في وصيته أن يتبرع بماله كله أن هذا قانونا وحتى شرعا لا يجوز ويأخذ الثلث بس حتى لو كان وصى ويقسم الباقي كتركة نعم هذه الوصية بأكثر من الثلث هي وصية باطلة ولا تكون جائزة إلا بإذن الورثة كلهم أو بعض الورثة في مالهم فيما سيرثونه ولكن الشرط شرط الوصية وركنها الأساس المتفق عليه أن لا تزيد الوصية عن ثلث المال احتياطا لأولئك الورثة ولحقهم في هذا الإذ طيب الهبة ما موقعها من هذا كله قانونا وشرعا وهو يا أستاذ مفرح تختلف الهبة تماما تختلف عن الوصية الوصية هي تبرع بمال لا يزيد عن الثلث بعد الموت لا تكون أثناء الحياة أما الهبة فله أن يهب ما شاء لمن شاء ولكن أيضا يتنبه إلى موضوع الحجر ويتنبه إلى موضوع الإضرار فالقانون السعودي المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو قانون دقيق يراعي جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها بإذن الله نعم لو لم لو لم يوصي يعني صاحب المال ولنفترض أنه صاحب مال يعني كثير لو لم يكتب في وصيته شيئا في هذه الحالة كيف يكون التقسيم نعم يبقى التقسيم خلاص هذا تصبح تركة عادية إرث عادي لا يوجد فيها الوصية هي تصرف بمال لا يزيد عن الثلث على وجه التبرع بعد الموت نعم فإنها توقف من قبل مقام المحكمة على إجازة الورثة وهذه حالات قد يجيز بعض الورثة وقد بعض الورثة يقولون لا نحن لا نجيز هذه الوصية أو كلهم يمتنعون أو كلهم قد يوافقون لكن يحق للورثة إجازة أو عدم إجازة ما فوق الثلث فقط ما دون الثلث لا يستشارون فيه نعم ما دون الثلث هو حق لهذا الميت بعد موته وما أكثر من الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة لأنه سيكون من مالهم وهذه النقطة التي ذكرناها في البداية أن الحكم على الشي فرعا تصوره لأنه عندما يموت الميت فإن هذه الوصية تلزم فالمال كل المال كل التركة بعد موت صاحبها تنتقل عن ذمته لأن الميت ليس له ذمة حتى أن هناك كلام كثير في هل يجوز أن يتصدق للميت مثلا بتجهيزه من كفا ونحو من ذلك وهل يرضى بهذا أو تؤخذ من التركة قولا واحدا يعني هذه من المسائل أيضا الدقيقة التي يضرب بها المثال على أن مثل هذه المسائل تحتاج إلى تصور لكل واقع فما زاد عن الثلث أصلا تكييفه القضائي والفقهي أنه ليس ملك هذا الميت وإنما هو ملك للورثة ولذلك الورثة إذا أجازوا كأن هذا من مالهم وليس كأنه بل هو من مالهم حقيقة لأنهم هم أصحاب المال المال الآن لا يقوم إلا بذمة فذمته هو للورثة نعم نعم دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولمجمل هذه الإضاحات كل الشكر والتقدير للدكتور يوسف الغابدي الشكر الأكبر لمن تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل لكم لا تقلقين هناك نعم على آخر خلقنا الشرق للوححة المترجم للقناة اشتركوا في القناة